بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً ذكرت فيه أن الفيروس الذي ظهر في حالة مريض قطري فيروس ينتمي لعائلة سارس الخطيرة عادت اليوم لتقول إن هذا الفيروس الشبيه بسارس لا علاقة به أبداً المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية غريغوري هارتل أكد أن هذا الفيروس هو من نوع كورونا التي تسبب التهابات حد في الجهاز التنفسي لدى الحيوان والإنسان وهو نوع مختلف من الفيروسات المعروفة عند الإنسان إنه نوع من الفيروسات التاجية كورونا فيروس يسبب الالتهاب الرئوي وفشلاً سريعاً للكل لا نعرف عدد الحالات حتى الآن لأن ما يحدث في النظام الصحي للإنسان هو شيء غير عادي ويكون على درجة عالية من الخطورة حتى تتم ملاحظته كان لدينا ثلاث حالات خطيرة واحدة لم تلاحظ لأن الشخص توفي وحالتان اثنتان تم إجراء الفحوص والاختبارات عليهما وكانت إيجابية للفيروس الجديد الدوحة نفت انتشار أية فيروسات معضية في قطر بعد إعلان المنظمة عن إصابة قطري بما يشبه متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد ورفعت درجة الاستعداد بنظام مراقبة الفيروسات المعدية كما أعلنت السعودية أنها تراقب الوضع عن كثب إثر وفاة شخصين وإصابة ثالث بنوع نادر من الإنفلوينزا وأعلنت الإمارات أيضا خلوها من هذا الفيروس وأنها تتابع ما أعلنت عنه المنظمة العالمية وفيروس كورونا نوع جديد من الفيروسات له نفس أعراض الإنفلوينزا وتأثيره يكون حادا على الجهاز التنفسي والكولا وبينما يرقد المريض القطري في المستشفى بلندن بعد وضع رئة صناعية له تتوالى الجهود لمعرفة تفاصيل هذا المرض والإحاطة به لإيجاد لقاح أو دواء يجنب الإصابة به